المراد أن الرجل هذا الذي يذكر الله وينشغل بالله حتى يكون عمله بالذكر أولى من الصلاة والصيام والحج والجهاد وما إلى ذلك قالوا هو الذي يكون كل عمل له بالله إذا قام قام بالله وإذا جلس جلس بالله وإذا أكل أكل بالله وإذا قرأ قرأ بالله وإذا خاطب الناس خاطبهم لله ويصلح ظاهره وبطنه حتى يكون تمحض لله وإلا كانت تلك المنغسات والمشويشات سبيلا إلى حجبه عن الله إذا كان في قلبي حسد أو بغض أو كان على لسانه نميمة أو غيبة أو كذب أو شيء مما يفسد العمل شيء مما يفسد العمل ويشوش على القلب هذه التي سمها أبو حامد الغزالي سمها أمراض القلوب لأن أمراض نوعان أمراض الأبدان وأمراض الوجدان فأمراض القلوب هي التي التي تكون بغضاً وحسداً وغيبةً ونميمةً وكيداً ومكراً وما إلى ذلك من الأمور التي تكون فإذا كان الإنسان يعمل كل شيء لله فإنه يعمل عمله بالله ولله ومن الله لا يترك نفسه تأخذ نزوتها والشيطان وعصهما وإنهما محضاكاً نصحف التهمي ولا تطع منهما خصماً ولا حكماً فأنت تعرف كيد الخصم والحكم كم حسنت لذةً أن نفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي كم حسنت لذةً للمرء قاتلةً من حيث لم يدري أن السم في الدسم فمطلوب من الإنسان أن يخالف هواها أصرف هواها وحاذر أن تواليه إن الهواء ما توالى يصمي أو يصمي لأن الهواء ربما يشوش حتى على المقربين من الأنبياء أصحاب المقامات يا داود إنا جعناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله الهواء إذا سيطر على النفس هذا النبي يؤمر بأن يكون مبتعدًا عن الهواء والهواء ما تهواه النفسه ترتضيه الغريزة وتبتغيه الشهوات المرغوبات المحبوبات النفسية تريد للإنسان أن ينغمس فيها والشيطان يدفعه إلى هذا والنفس تجذبه في جاذبية للمعصية النفس تجذبه إليها لكن الإنسان مطالب بأن يفطمها كما قال الشاعر من قليل قال لا بد لك أن تفطمها لأن الولد الصغير إذا مر عليه عامان ولم يفطم يبقى يرضع وهو ابن ثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين ولذلك أمر الإنسان أن يفطم نفسه كما يفطم الطفل وإن بكى وإن وقع منه عدى مريضًا بفطمه إلا أن ذلك في مصلحته ذلك في مصلحته ولهذا أمر الإنسان بأن والهوى دائمًا خطأ قال الشاعر قل إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري أين الخطأ والصواب اشتبه عليك الأمر قال إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري أين الخطأ والصواب فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب إذا حار أمرك في معنيين انظر ما تهواه نفسك هو الخطأ وما يريده الشرع هو الحق فاتبع الشرع وانبذ هوى النفس لأن هوى النفس يؤدي بك إلى ما لا تحمد له عقب والذكر كما تعلمون ثقيل الثكر ليس شيئًا سهلًا كثيرون من الناس لا يستطيعون أن يذكروا وقد قرأت مرةً مقالًا لأحد الكتاب الكبار الذي قال بأنني أريد أن أذكر ولكن لساني لا يطاوعني وقد مر عليه ثمانون عامًا من عمره وما ذكر الله تعالى فهذا الذي وقع له هذا يعتبر من المحرومين الذين حرموا من لذة الذكر لأن الذكر لذة والإيمان لا يوجد إلا بممارسة العمل الصالح ثلاثٌ من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أذى مروي من البخاري ومسلم في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان قال ثلاثٌ من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ابن دقيق العيد وهو يشرح هذا الحديث قال لماذا جعل الله تعالى المحبة الإلهية والمحبة الإيمانية ثم المحبة الدينية جعلها أسباباً للذة التي تكون بالإيمان ثلاثٌ من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان قال لأن محبة الله هي المفتاح الذي ينفتح به القلب إيماناً ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعسين ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً سبب قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لا سبيل إلى محبة الله إلا بمحبة رسول الله ولهذا لا بد من محبته يا رب إن ذنوبي في الوراء عظمت وليس لي عملٌ في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حبُّ النبي وهذا القدر يكفيني التوحيد سبيل محبة الله وحبُّ النبي سبيل الوصول إلى محبة الله وبعد ذلك حبُّ المؤمنين وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ضروري حتى يكون تكامل في المجتمع وتكون القلوب قريبة من بعضها ثم محبة الدين يكره أن يعود في الكفر لأنه ضاق وحشة الكفر وجحيم الضلال ومفسدة الخروج عن منهج الله فلما ضاق الإسلام عرف أن في الإسلام حلاوة لا يجوز له أن يفرِّط فيها قال هو أهون عليه أن يلقى في النار من أن يترك دينه أو يخرج عن إسلامه أو يفرِّط في إيمانه هذا هو المعنى الذي ذكره الصالح ها هنا إذن الذكر له مكان وكان سيدنا معاذ رضي الله تعالى وقيل أنه أبو موسى الأشعري كان يقول هذا وابن مسعود من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله وذكر الله تعالى إنما هو معرفة المعنى الذي يلفظ على اللسان كما قال ابن دقيق العيد لا بد أن يذكر الله تعالى وقلبه صاح ووجدانه عارف بما يقول إذا كبر وقال الله تكبيرا وإذا سبح رفع مقام الله تسبيحا وإذا حوقل عرف أنه لا قوة ولا حول له إلا بربه وإذا حمد الله تعالى عالم نعمته عليه فتيقن بيقين حمده بما يراه من أثر نعمته التي يرتع فيها كل يوم إذا تحقق الإنسان هذا علم أن الذكر إنما هو نعمة كبيرة لا يجوز للإنسان أن يفرِّط فيها بل يجب أن يعلم أنها من الأعمال الكبيرة العظيمة الجليلة التي تستحق أن يكرَّص لها الوقت وأن يفتح لها القلب وأن يُيسَّر لها اللسان وأن يُحقَّق بها الوصول إلى الجنان نسأل الله تعالى وقد أكملنا هذا الحديث لنبدأ في الحديث الخامس والعشرين في حصة أخرى بحول الله